بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلاً ومرحباً بكم على قناتكم قناة النادي الأهل العظيمة ولقاء مهم جداً 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 والستوديو التحليلي المبارات اليوم بين نادي الأهل ونادي فيراميدز في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز المصري مباراة حتكون صعبة جداً على الفرقتين هي مباراة يعني تساوي قمة الدول إن شاء الله بإذن الله يكون المكسب من نصيب النادي الأهلي ويرجع مرة أخرى لاحتلال الصدارة النهاردة قبل ما أروح أتكلم عن ماتش النهاردة لازم تاني يعني هو كلام مكرر بس لازم برضه أتكلم فيه لازم أشيب تاني بمستر بيتسو مسماني الرجل بيجتهد وعلى قد اجتهاده حقق بطولات فيه أخطاء طبعاً قد يكون هناك أخطاء فيه أخطاء وده أمر طبيعي في عالم كورة القدم الأخطاء وردة لكن هو بيحاول يصلح بيحاول يستفيد من الأخطاء ومش عايز بقى إن أنا أوجد مبررات يعني أقول مثلاً الظروف الصعبة اللي بيمر بيها في الفريق إصابة البعض حالة الإجهاد فيه ناس ما بتقدرش الحاجات دي التزاحم والمباريات ضغط الماتشات اللي وراء بعض النادي الأهلي بيلعب في حتة وبعدين تاني يوم يلعب في حتة تانية تالت يوم يسافر يلعب في حتة تانية شفتوا الأهلي بيروح فين ويلعب فين ويلعب ازاي في وقت الدقيق ناس تقولك أصل ده حصل على يعني أنا ما احترامي لجميع المدربين والمدرين الفنيين في أي حتة في أي نادي هنا في مصر بيكلم على مصر اللي بياخد بطولة في نادي تاني اللي بياخد بطولة أو بطولتين في نادي تاني بيعملوله فرح بيعملوله فرح ويعملوله ناس يعملوله مش عايزة هلاغبط زيتا المهم يعملوله زيتا وفرح ومهرجان وعمل كله عشان جاب بطولة عشان جاب بطولة فما بالك بمصر موسماني هتقولي انت دايما تتكلم على مصر موسماني وانت لما تيجي تقيم مدرب بتقيمه ازاي مع احترامنا الجميع المدربين برضو انا بتكلم على مصر بيكلم وسماني ليه مميزات وليه عيوب زي أي واحد زينا كلنا في الكرة في الإدارة الفنية ليه مميزات وليه عيوب تعال نقيمه كمدرب كمدير فني للنادي الأهلي في فترة سنة ونص مكمش سنة ونص هنلاقيه جاي اتنين دوري أبطال أفريقيا واثنين سوبر أفريقي وكاس مصر كويس وكمان جايب مرتين برونزيت كاس العالم واربعة طيب ده أقدر أقول عليه لما جاي أوصفه لما جاي أوصف الراجل ده مستر بيكلم موسماني أقدر أقول عليه مدرب فشل طيب بالأرقام هو نمبر ون في مصر حاليا سواء بين الأجانب أو الوطنيين ما احترامي للجميع لازم يا جماعة اللي بيقيم يكون عنده منطق وشئ من العقل الشئ من العقل بيقوله إيه؟ أنا قيم الراجل ده المدير الفني ده بأرقامه بأرقامه وشوف الفرق بين مصر موسماني وغيره وغيره تخليش أتكلم أكتر من كده لكن أنا لما أتكلم وقيم أكون عقلاني واحد في سنة ونص جايب لك تقريبا سبع بطولات أنا هتكلم على برونزيت كسل عالم سنتين واربعات أنا بالنسبة لي بطولة أنا بالنسبة لي بطولة واثنين سوبر افريقي واثنين بطولة أفريقيا وواحد كاس مصر يبقى ده مدر فشل إزاي؟ ده اللي أنا عايز أعرفه يعني حتى الاجتهادات اللي بتطلع تقولك يعني حتى لو أنت بتكتهد مش هنقول تحلل لأن اللي بيحلله الناس على عين وعلى راسه ولكن لما تيجي تحلل خليك منطقي في تحليلك خليك منطقي في الحكم على الراجل المدير الفني اللي موجود دلوقتي في النادي الاهلي اللي هو ميستر بيسو موسيماني لا أرقامه أرقامه بتقول لا هو مدير فني كفر أرقامه بتقول إنه هو حقق اللي ما حققوش حده بلكده في مصر ولا في النادي الاهلي عفوا في فترة بسيطة في فترة بسيطة وحضراتكم عارفين الظروف كمان اللي بيمر بيها النادي الاهلي في خلال السنة ونص اللي مسك فيهم ميستر بيس وموسيماني وطالما اتكلمت بقى على حتة الضغوط والإجهاد اللي بتعرضت لعيبة النادي الاهلي ليه شوفوا قد إيه معاناة النادي الاهلي في فترة الأخيرة ده أنا بأكلم حضراتكم الفترة الأخيرة دي بقى لها قد إيه بقى لها تقريبا Windows سنة ونصف. أنا بأتكلم طبعاً على لعبة النادي الأهلي. بقى لعبة سنة ونصف. ضغط ماتشات وإصابات وإجهاد. وكرونا وسفر وعودة. يعني خلينا في اللي احنا في دلوقتي النهاردة. وأنا برضو كان عندي أمل لحد آخر لحظة. إن ماتش النهاردة بس خلاص. أوه هيتلعب. ربنا يوفي النادي الأهلي. بص النهاردة النادي الأهلي حيلعب مع بيرامدز. وبعد الماتش مباشرة. حيطلع من الملعب على المطار. عشان يسافر جنوب أفريقيا. عشان عنده ماتش صعب جداً 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 قدام سانداونز. والماتش ده. هيكون ليه دور كبير جداً في ترتيب المجموعة. وبعد ما يرجع. يلعب مع المريخ السوداني يوم 18. في نفس الشهر. وبعد كده اللعيب الدوليين عندهم بقى مهمة وطنية هامة جداً 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 للتحقيق حلمنا كلنا. حلم مصرين كلهم. اللي هو السعود إن شاء الله الكسر العالم في مواجهة السنغال في مبارتين. خمسة وعشرين وتسعة وعشرين. وبعدين. بعد العودة من السنغال مباراة مهمة أمام الهلال السوداني. في آخر مبارات المجموعة. يعني جدول بالنسبة لعيب النادي الأهلي مش ممكن. عندك ماتش كمان بعد ما ترجع بقول لحضراتكم بعد ماتش السنغال بيومين مع الهلال السوداني. وبعدين يقول لك في الآخر. بعض الناس يقول لك هي لعيبة النادي الأهلي مجادة ليه؟ مجادين في ايه؟ ده في منه معادي ما وبكسب وبشرف اسم مصر. مش أنا اللي هتفع الفاتورة. يعني أنا كلمت كلام كان نفسي أقوله. كان نفسي أقول أشد من كده. ولكن خلينا في ماتش النهاردة.